إلى أجوائي العيد الآن حيث تكثر حركة المسافرين بمحطات النقل البري عشية كل عيد إلا أن هذه السنة وعلى غير العادة تعرف محطة الخربة بالعاصمة سهولة ما في تنقل المسافرين بسبب تفضيل الكثيرين منهم السفر قبل عشية العيد مزيد من تفاصيل مع إبراهيم برقاش وأحمد محمود المسافر القاصد لمحطة الخربة عشية عيد الفطر المبارك وعلى غير العادة سيجد نفسه في أريحية تامة لاقتناء تذكرة سفره بعيدا على مشكلين الإزدحام ونقص الحافلات المحودين ناريح لتبسها بإذن الله هاني مروح نرمالي بيسا نحن نخدمه هنا نص الخدام مروح طالفانس ناس كلها محسوبة روحة سمانة اللي فات سائقوا سيارات الأجرى من جانبهم لم يحهدوا هذا الركود عشية عيد الفطر حيث أرجعوه لسفر الكثيرين قبل الموعد تتلي ويلة يرم هنا تتلي ويلة يرم هنا لكاوان تتلي ويلة يرم هنا من الغاشي راو قليل بالبزر في تاكسيور قدر يجيب بجورني كونفي باش يشارجي ميتا فرقزو بلسطيف والله وارم وحش لتاكسيكينين يعني إدارة المحطة وفرت الظروف اللازمة لصفر أكثر من أربعين ألف مسافر إلى أن الواقع كان أقل بكثير كنا نتوقع كما اليوم كنا نتوقع أكثر من ثلاثين ألف مسافر لكن أمس يوم الاثنين لم تجاوزنا 27 ألف مسافر ونحن مستعدين أكثر من أربعين أو خمسين ألف مسافر كما لاحظتم عن الحافلة موجودة بكثرة عدد كبير هذه الاستقبال كما لاحظتم كل وسائل راحة مفرنها آخر يوم من شهر رمضان المبارك يمر هذه السنة هادئا على سكان الولايات البعيدة الذين تمكنوا من التوجه نحو ولاياتهم لقضاء عطلة عيد الفطر دون أي مشاكل شكرا